في خبر اخر قررت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية برمجة مباراة الرجاء البيضاوي وضيف اتحاد طنج عن الدورة السادسة والعشرين من البطولة الاحترافية في قسمها الاول برمجتها يوم غد الأربعاء في الساعة الثامنة مساء واجأ هذا القرار وفقا لبلاغ العصبة نظرا لتركم المباريات المؤجلة لفارس البغاز والتي وصلت لست مباريات وذلك ايضا لاستجابة لطلبه بمنح مهلة اضافية لاستعداد الجيد لاستئناف المسبقة وبتوافق ايضا مع نادي الرجاء البيضاوي من جهة اخرى تؤكد العصبة الاحترافية التزامها بمبدأ تراتبية المباريات المؤجلة والحرصي على ترسيخ مبدأ تكافؤ الفراس كما اعلن عن ذلك السابقا في البلاغ المشارك بين جامعة الكرة والعصبة الاحترافية وسيتم الاعلان على برنامج المباريات المؤجلة عن القسم الاول وثاني في الايام القليلة المقبلة